مملكة البحرين لما له من فوائد ومزايا على المستوى البيئي ومملكة البحرين إحدى الدول التي تحتضن أراضيها هذه الشجرة وتسعى بخطة متسارعة من أجل توسيع رقعة تواجد هذه الأشجار وتأتي أهمية نبات القرن في عدد من النقاط التي يمكن إجمالها في قيام هذه الشجرة بدور المصد الطبيعي للرياح التي تهب على السواحل حيث تساهم في الحماية من العواصف المادية وتنقية المياه المحيطة وفي الجانب المعني بالمناخ تعتبر شجرة القرن فعالة للغاية في احتجاز وتخزين ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي مما يجعلها مساهمة في مكافحة تغير المناخ ومن ناحية الثروات الطبيعية توفر غابات القرن مأوى آمنا ومحميا لمئات الطيور والأنواع البحرية مما يعزز التنوع البيولوجي وتساعد على زيادة المخزون السماكي شجرة القرن تتواجد في المياه الدافئة وبشكل خاص في المحيطات الاستوائية في مناطق حول العالم ومما يثير الدهشة أنه قديما كان خشب أشجار القرن يستخدم لبناء المنازل بسبب صلابته بالإضافة إلى أنه كلما كان عمر شجرة القرن أكبر زادت كفاءتها في عزل الكربون مما يعني أن الاستثمار في المجال البيئي استثمار ناجح تتحقق نتائجه الإيجابية بشكل تصاعدي تتحقق نتائجه الإيجابية 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 اشتركوا في القناة